بالإضافة إلى ما قام به التيار العوني يقوم بنفس العملية محاولا حرف الانتباه ولكي يظهر وكأنه المدافع عن النزاء وعن القداسة أنه يريد أن يحارب الفساد وهو الذي يتسبب بكثير من هذه الأمور التي تغل يد الدولة عن ممارسة سلطتها الكاملة على كافة مرافقها الذي جرى أنه على مدى عشر سنوات على مدى عشر سنوات اخترع قضية ولفقها بما يتعلق بالأحد عشر مليار دولار بحيث صور للناس أن هذه المبالغ مسرقة أو متلاعب بها أو أنها أنفقت في غير محلها